السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى هذا الفيديو يلقاكم باخر وعلا خير الوصفة اليوم ان شاء الله هجيت باش نقدم اليكم الكرعين ديال الغنمي كي يجي والدادين ديالزاف نتمنى انكم تجربوا الطريقة ديالي فاليوم اجيت باش نتشارك معكم الطريقة ديالي والتوابل اللي كنستعمل انا في هذا الوصفة فقد نحتاجه بالنسبة التوابل عندي هنا معلقة كبيرة ونصف ديالتحمراء اي الفلفو الاحمر نحتاج كذلك معلقة الصغيرة معمره ديال خرقم البلدي نحتاج معلقة معمره صغيرة ديال اطرية ديال المرازية معلقة صغيرة معمره ديال سكنج بير وراس معلقة ديال البزر وسنحتاج معلقة صغيرة المراج ديال الغرفة إلا كانت عندكم المرروệuو الافضل انكم تبعوها العويد..معلقة ديال كامول ومعلقة ديال كمول тол's كتبيani وا قليلا ملحم ومنطبي lumensدا الثونا ؟؟ بالنسبة للا ديال كيميالية كتيرة فحكيت تقريبا احد الاربعه ديال فصوص او الاخمسه ودرت واحد ثلاثه بالقشرة ديالهم وغادي نحتاج كمياء ديال الحمص اللي كان كون فزقها من قبل ليلة كاملة وشوية ديال زيت بلدية وزيت رومية فبنسبة الطريقة ان شاء الله فغادي نحتاج هنا الكرعين ديالي لقدرتهم في طنجرة ديال الضغط غادي نوضع ليهم توابل وشوية ديال زيت بلدية وشوية ديال زيت رومية فكيف ما كتشوفو فانا هاد الوصفة غادي نوجد هالوجبة ديالاشا فكيف ما كتشوفو فما زال وما زال نهار فانا غادي نطيب هاد الكرعين ديالي فوق الفاخر باش هكا كي طيبو على المهل وكي طيبو كي جو معلكين وكي جو غزالي مزاف كيف ما كنعرفوه بالنسبة الوصفات اللي كي طيبو فوق الفاخر فكي كي طيبو بالمهل ديالهم وكي جو غزالي مزاف فانا درت كيمياء ديال محتة تغطاولي الكرعين سوف نضع طنجرة بالضغط ونضعها فوق العافية حتى يسخنها داك الماء بذن ما يشعل لي الفخر ونضع طنجرة لي فوق الفخر حتى كبطيب كي طبوا لي الكرعين غير مستطيبة من بعد سوف نضيف عليهم الحمص اللي قلت لكم انا في الزقام من قبل اما بنسبة الزبيب فكيكون اختياري كيلي ما كيضيفش الزبيب كيلي كيضيفو فانا درتوه في الماء اللي كيكون دافي وخليتو مرقد قريبا واحد ساعة عاد غادي نضيفوه في الخرم اللي غادي طيب ليه هاد هاد الكرعين كيف مشتو بعد ما طاب الكرعين نستطيبة حليت عليه وضفت الحمص باش هكي طيب فما كان ضيفوش الحمص من اللي ولي انا وغادي طيب لنا وغادي جينا مع الجن هادك او لا غادي تحلينا هادك الحمص بالافضل طيب وغير مستطيبة ومن بعد سدو طنجرة ديال بطاقت كيف ما كتشوفو غادي نخلي الكرعين ديالي حتى كي طيب هو وهادك الحمص بعد ما طابو كيف ما كتشوفو غادي مشي باش نضيف هديك الكيمياء القليلة ديال زبيب كيف ما ذكرت لكم بالنسبة للزبيب فاختياري كيلي ما كيبغيش وبنسبة لهاد الوصفة فغادي نضيف عليها تقريبا واحد جمعات كبار ديال العسل فالك انتو ما بغيتوش تديرو العسل فكتديرو تقريبا واحد طوبة ديال سكر باش هكا كتتعلك لكم وكتعسل هاد المرقة ديال هاد ديال هاد الكرعين غادي مشي نحط هاد طنجرة ديال بطاقت وكل مرة غادي نحركها بهاد طريقة حتى كيشرب بمثيان هادك المرق كيتشرب وفي نفس الوقت كيولي الياء معلك كيف ما كتشوفو فانا غادي نزيد نخليه مازال اشرب هادك المرق ديالو ويزيد اتعلك اليوم من بعد غادي نوريه لكم في طبق ديال تقديم من اللي غادي نبغي نقدمه ان شاء الله كيف ما كتشوفو بعد ما طبو الكرعين ديالي فضروري تدقو الملحة لانا كيف ما كتعرفو الكرعين الى نقصهم الملحة ما كيجيوش لدادين بزاف فمن بعد حطيتهم مملولين في طبق وكندير عليهم هادك الحمص والزبيب كيف ما كتشوفو المرق ديالي كيجي معلك وجاو هاد الكرعين جاو لدادين بزاف ما شاهدكم فيهما حبيباتي المشاهدين الكيرا فكانت انكم تجربو الطريقة ديالي وكيف ماشتو اللون ديال المرق فالقرفة اليك تعطي هادك اللون الى درسوها عود فما غاديش تحصلوا على هادك اللون ديال المرق فكانت من الوصفة ديالي وما تعجبكم نتلقوا بإذن الله فيديو قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته